اشتركوا في القناة مرصد من اجل موريتانيا للانتخابات يقول ان مراقبي لاحظوا بعض الاخطاء لكنها لا تؤثر على النتائج نقاش اولي طروحة للدكتوراه بكلية الاداب والعلوم الانسانية في نواكشوت وسط اشادة بها من طرف الاساتذات المشرفين اهلا بكم الى تفاصيل النشرة اعلنت الرئاسة الموريتانية في مرسوم صادر عنها اليوم الجمعة تكلف وزير الوظيفة العمومية والعمل وتشغيل وعصرنات لدارة سيدنا علي المحمد خونة بمهام وزير ثقافة وصناعة تغليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيد محمد المحمد المستقيل من منصبه اعلنت الوزارة الاولى في بيان صادر عنها قبول الوزير الاول محمد سالم البشير استقالة وزير ثقافة وصناعة تغليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيد محمد المحم وكان المحم قد قدم استقالته الجمعة ولم يتم تقديم مبررات رسمية بشان أسباب الاستقالة فيما تحدثت مواقع إخبارية أن الاستقالة علاقة باستدعاء زوجه المديرة السابقة للتلفزيون من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية قال مستشار المترشح برامد عبيد ورئيس حزب الصواب عبد السلام والحرمين موريتانية تعيش حالة طوارئ غير معلنة شراء ما سمها الاعتقالات الجماعية وإغلاق بعض الأحياء وغياب معرفة ما يجري داخل السجون والمعتقلات وأضافه الحرم خلال مؤتمر صحافي في العاصمة وكشوط أن ما يجري في الوقت الحالي عاد البلاد إلى عصور سابقة نحن في وضعية استهنائية وفي أزمة وطنية مظاهر هذه الأزمة ياسرة لغير بعد أنه وضحها أنه اللي ينقال له لأسائل الإعلام أمم هالنظام وسيطر عليها وقفر مجال التواصل بين الشعب الموريتاني وحرمه من حق أصيل عنده هو حق الحصول على المعلوم بيلي اليوم إذا ما في حد اليوم عنده أخبار للحجي اللي يفزره أشغال منطقة خلانائية لأن خدمة الاتصال مقطوعة بالكامل هاي الأزمة مظهرها الثاني أنه في بلد يعيش حالة طوارئ غير معلنة اعتقالات وأحياة مغلقة واعتقالات جماعية وغياب معرفتان معنا ذلك اللي يدور في عقبية التعذيب وفي المعتقلات الهاليين ما يعرفوا اللي ينقاسوا ولا يعرفوا ذلك عندهم شنو النقطة الثالثة في مظاهر الأزمة إننا رجعنا العصور كأننا شاكينا مشينا عنها وهي التهم وإعداد التهم واستقلال التلفزيون واستقلال المسؤولين للدول والحكومة إياك يقولوا رؤية عندهم هما أغلب الظن إن أساسها الباقعي ما هم منعش والله لا حتى الساعة ذلك اللي بات وقدمنا كامل من أدلة البراهين ما هم مقنع ولا هم مذبت وقالوا الحرمة إن حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة أكدت أن التيار الشعبي الرافضة للممارسات القائمة هو التيار الغالب واصبا ما جرى في اقتراع الثاني والعشرين يونيو بأنه تلفيق وتزوير مضيفا أنه لو سارت الأمور بشكل طبيعي لما كان الأمر على ما هو عليه نشعر إن ذلك اللي حمل اللي خلقت واخذت حقيقتين حقيقة الأولى إن التيار الشعبي الرافض للممارسات اللي كانت موجودة إنه هو التيار الغالب باللي ما معقول ذلك اللي شفنا من المهرجانات والحضور والتعبئة وسائل السبر للأراء إنه قد كان يوخذ مرات شح واحد نهائيا إطلاقا ذلك اللي خلقه هو تلفيق وتزوير خاصة نحن نعرف أننا تخلنا حمله ضدنا رجال الأعمال قاطبته وضدنا الدولة العميرة قاطبته وضدنا الوجهاء التقليديين قاطبته وضدنا المال العمومي قاطبته وضدنا الجهاز الأمني قاطبته وبوسائلنا معدومة يعني كنا معولين على النبل وصدق قضيتنا ووضوح فرنامج مرسحنا ووصوله لقواعد الشعبية العامة وظهرنا رهاننا كان حقيقي وكان محل وكان صادق لأن لو كانت كمشات الأمور بشكلها طبيعي ما تعد النتائج ذاية ثمنا نادي الوطن الظروف العامة التي طبعت الحمل الانتخابية والاستحقاقات الرئاسية التي أجريت السابط الماضي مضيفا أن الاقتراع شكل مناسبة عبر من خلالها الشعب الموريتاني عن نضج تجربته الديمقراطية وأهلنا النادي في بيان صادر عنه المترشح محمد الغزواني على فوزه في الانتقابات معبرا عن جاهزية عضيه لمواكبة تنفيذ البرنامج الانتقاب له وما يتطلب ذلك من دعم سياسي خدمة للمشروع الوطني وأثمن البيان وداء جميع المتنافسين في الانتخابات الرئاسية داعيا إلى تغييف الطرق الشرعية لمعالجة الإشكاليات ذات الصلح قال مرصد من أجل موريتانيا للانتخابات مراقبه لاحبوا بعض الأخطاء في عدد من مكاتب التصويت لكنها لا تصل الحجم الذي يؤثر على نتائج أو يشكك في مصداقيتها واستغرب المرصد في بيان صادر عنه قطع خدمة الانترنت وإغلاق مقارات المترشحين داعيا إلى تهديئة وسلوك سبيل الحوار والتعاون من أجل بناء الوطن والقطيعة مع نهج الإقصاء والمواجهة وذكر البيان المترشحين بالبند سابع من مذاق شرف الذي وقعوا عليه والذي ينص على الاعتراف بالنتائج إذا لم تكن هناك أدلة واضحة على حدوث تزوير شهدت كلية الأداب والعلم الإنسانية في نواكشوت نقاش أول طروحة للدكتوراه للباحثة الموريتانية زينبو من تعابدين قد تمحورت الأطروحة حول موضوع الأشكال السردية تراضية شعرية الشكل وخصوصية نص وحصلت على درجة مشرف جدا أكملت اليوم مناقشة طروحة الدكتوراه في كلية الأداب والعلم الإنسانية تحت عنوان الأشكال السردية التراضية شعرية الشكل وخصوصية النص وقد حظي هذا العمل بحمد الله كان الأول في دفعتي هو أول نقاش على مستوى دفعتي الدكتوراه في كلية الأداب في جامعة المكشوب وحظي بحمد الله بدرجة مشرف جدا من جانب آخر قال أستاذ السردية بالجامعة وأحد المشرفين على نقاش الدكتور محمد المين والمولاي إبراهيم إن الأطروحة تعتبر فاتحة في مجالها للتاريخ للأداب الموريتاني مضيفا أنها تدشن مرحلة جديدة في دراسة النص الأدبي والكشف عن خصوصيته اليوم ننتهي من أول نقاش لدكتوراه بقسم اللغة العربية وأدابها وهي أطروحة فاتحة في مجالها لأنها تختص بالدراسات السردية وبجانب أساسي من الدراسات النقدية هو الدراسات السردية وهي فاتحة أيضا لحلقة جديدة من التاريخ للأداب الموريتاني يستند إلى النص وإلى تشكلات النص وتاريخ تشكل النص وهو مشروع كان قد بده أستاذ دكتور جمالي الحسن في يتيمته حينما بدأ في وقته مشروعه بدراسة وصف أساليب الشعر الموريتاني ولكن نتيجة لأن الوقت في وقتها لم يكن مناسبا لتلقي مثل هذه الأعمال وبهذه الصغة من التاريخ قام به طلابه الذين اليوم موجودون في الكلية وماذا ماذا هو مشروع يدشن مرحلة جديدة في دراسة النص الأدبي وكشف عن خصوصياته والطالبة كانت في المستوى وقد منحتها اللجنة درجة مشرف جدا مع تهنئة اللجنة دعا تيار تجمع من أجل الوطن الذي يرسه محمد محمود الأمات النائب السابق لرئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية دعا مترشح المعارضة للانتخابات الرئاسية إلى البحث عن موقف يساعد على فتح أفاق جدية من التوافق وتشاور وشراكة الوطن وقالوا الأمات في بيان صادر عن تيار تجمع من أجل الوطن إن المترشح المعلنة فائزا بالانتخابات تعهد بجو سياسي هادي وإن على مترشح المعارضة أن تغنع جماهرها بأن أصواتها ستخدم وضعا سياسيا إيجابيا يتيح للجميع المشاركة في البناء الوطني المشهود دعا حزب الاتحاد وتغير الموريتاني حاتم ندد بما سماها المظاهر العسكرية والاعتداء على الحريات العامة التي يكفلها الدستور وقطع الانترنت والاعتقالات وقال الحزب في بيان صادر عنه أنه يججب كل عمل فوضوية المسؤول المسؤول الممتلكات العامة والخاصة كما ندد بما سماه قمع المتظاهرين واقتحام وإغلاق مقرات حملات المترشحين شدد الحزب على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية باعتبارها صمام أمان الشعب وتأكيد على التنوع يعاني سكان مقاطعة وليج بولاية جدماغة من انتشار الفقر ويقول الساكنة إن مقاطعتهم التي تقعد 90 كم عن عاصمة يولاية مهمشة ويعتبر الماء والكهرباء أبرز مطالب ساكنة هذه المدينة خصوصا خلال فصل الصيف حيث تشتد وطأة الحرارة التفاصيل في تقرير تالي جفت برك المياه الكبيرة من طول ما تعاقبت عليها المصائف دون موسم مطر يغاث فيه الناس وتنتعش التنمية الحيوانية التي ترتبط بها حياة ساكنة المقاطعة إلى حد كبير فبها يجد زبناء أسواق الملابس بالمقاطعة السيولة لكسوة أبنائهم كما هو الحال بالنسبة لهذا السيد الذي قدم إلى ولينج لاقتناء بعض الأغراض السوق عادي الحقيقة الناس استهلاك فيها عادي الناس كاملة تبقي الحاجة والحاجة موجودة غير مشكلتها لا طبعا ما هي عندها وطبعا نهاية جامل البادية من البادية والجد الخي قبلت تسعة كلوات ونص ونص وقلبني هاي سيدة هي قد نوثر هي نتبع لي ما هي قاد تتبع لي بالتأكيد وهنا يعكف المحمود وهو أحد أشهر الخياطة بولي نجاح على إنجاز بعض الملابس بيد أن الشكوى ذاتها تتكرر فالفقر أحكم قبضته على الجميع هنا في مقاطعتهم التي تنقطع عن غيرها في موسم الأمطار فيما تفصلها عن أقرب طريق معبد قرابة خمسين كيلو مترا وتسعون عن عاصمة الولاية هاي المقاطعة مهم ش معنى الكريمة وهاي المقاطعة لنجي الصيف إنفقت فيه شنقال بالمهم قد فيه شنقال وكورا ومواطني خالي هاي مقاطعة أزل لحشية الحدود وخالي هاله وتعاب وفتار وفقران واللي ما عندهم أكثر المتحدثين هنا تفاؤلا يحدثك عن ارتباط الطفرة في عمله ببعض المواسم كفترة الدراسة مثلا فيما يتحول في بقية الفترات إلى ركود ما شاء الله زين معاق ولا يرخى مارك زين وزيما نفتاح المدارس زين وإلى قفير المدارس ورمضان زين عقب رويخ وتبقى خدمة الماء والكهرباء أبرز المشاكل المطروحة في هذه المدينة التي تعتمد في نقلها الداخلية على عربات الحمير ويعتمد عليها إلى جانب السيارات في النقل إلى ريف المقاطعة ومحمد أحمد ومحمد أحمد وقناة المرابطون والذي ينزح مغاربيا خلف انفجاران انتحاريان بتونس قتيلا عسكريا وعددا من الجرحى بين المدنيين ورجال الشرطة بحسب ما أكد بيان لوزارة الداخلية تونسية وقد استهدف أحد التفجيرين سيارة تابعة للأمن البلدي فيما استهدف تفجير الثاني مقر إدارة مكافحة الإرهاب وخلف سقوط عدد من الجرحى انفجاران انتحاريان بقلب العاصمة التونسية استهدف أحدهما مقرا أمنيا لمكافحة الإرهاب فيما استهدف الثاني أحد أكثر الشوارع ازدحاما في عاصمة البلاد خلال فترة الصيف حيث ينشط الموسم السياحي التفجيران خلفا قتيلا من عناصر الأمن وعددا من الجرحى بين المدنيين ورجال الشرطة وقالت وزارة الداخلية التونسية إن الجروح تتفاوت في خطورتها ففي التفجير الأول وحسب ما أوردت الداخلية التونسية استهدف انتحاري يحمل حزاما ناسفا سيارة تابعة للأمن البلدي بالقرب من تقاطع شارع شارل ديغول وشارع فرنسا وهي أكثر مناطق العاصمة التونسية ازدحاما وخلف الهجوم قتيلا وعددا من الجرحى وغير بعيد من التفجير الأول وحيث كان المارة في حالة ذهول فجر انتحاري نفسه عند باب إدارة مكافحة الإرهاب وهي المرة الأولى التي يصل فيها انتحاري إلى هذه المنطقة وتقول الرواية الرسمية إن الانتحارية أراد الدخول إلى مقر مكافحة الإرهاب وعندما منع من ذلك فجر نفسه أمام المقر ليسقط جرحا وتتضرر السيارات المركونة بالمكان وفي ذات السياق عقد البرلمان التونسي جلسة طارئة لنقاش الأوضاع في البلاد بعد التفجيرين وعلى الصعيد الاقتصادي يأتي التفجيران في وقت بدأت فيه تونس تخرج من عنق الأزمة الاقتصادية التي عصفت بها عبر بوابة السياحة التي تعتبر شريان الاقتصاد في البلاد وتعيش تونس وضعا أمنيا يتسم بالاضطراب بفعل عدم الاستقرار المحيط بها فجارتها الجزائر تعيش منذ فبراير الماضي على واقع أزمة سياسية لا تزال عصية على الحل وعلى الحدود مع ليبيا لا تزال المعارك طاحنة بين قوات خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراش نهاية نشرة أخبار الرابعة من قناة المرابطون وقال سابعة فيها رئاسة الموريتانية تكلف وزير الوظيفة العمومية بمهم وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة بعد تقديم استقالته مرصد من أجل موريتانيا للانتخابات يقول إن مراقبيه لاحوا بعض الأخطاء لكنها لا توثير على النتائج نقاش أول أطروحة للدكتوراه بكلية الأداب والعلوم الإنسانية في نواقشوت وسط إشادة بها من طرف الأساتذة المشرفين يمكنكم مشاهدنا الكرم متابعتها هذه الأسرة وغيرها من أسراتي وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة السادسة موجز إخباري دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر